أهلاً بكم أحباء الكرام تكلمنا في الحلقات الماضية عن قريش ومكة وقلنا لا توجد أدلة مادية أترية على وجودها قبل القرن الثامن الميلادي وكثير من أصدقاء الباحثين المتنورين لم يقبلوا هذا الطرح واعتبروه ضرباً من الخيال لتعارضه تماماً مع الرواية الإسلامية بحجة أن هذه الفردية غير متكاملة وضعيفة لا تصمد أمام الرواية الإسلامية الشائعة وبالمناسبة أذكر سلسلة ردود صديقي الأستاذ أحمد سعد زايد على نظرية دان جيبسون وكل من أنكر تاريخية مكة فهو جيبسوني واعتبرت حينها واحداً منهم فللأمانة الأستاذ دان جيبسون أخطأ حينما ارتكز في نظريته على الرواية الإسلامية لإثبات أن مكة في الحقيقة هي البطراء وهذه هي نقطة الضعف التي مسكها عليه خصومه كالأستاذ أحمد سعد زايد حيث هو الآخر ارتكز على الرواية الإسلامية ليضعف فرضية دان جيبسون فعلى سبيل المثال وجود الصراع المتطاحن بين الفرق السياسية والمداهب المختلفة في العصر الأموي كفيل بكشف المصطور فكيف لهؤلاء أن يتفقوا على رواية واحدة بوجود مكة كمهد للديانة الإسلامية رغم اختلافه فهذا السؤال مهم جداً وأقوى حجة على تفنيد أطروحة دان جيبسون وهذا السؤال هو كذلك مطروح على كل من يشكك في تاريخية مكة وبدورنا نحتاج إلى الإجابة عليه أولاً نذكركم بما سبق قوله في الحلقات الماضية فالوتائق التاريخية التي وصلتنا من عصر الأمويين والصراع بينهم وبين عبد الله بن الزبير لا تسعف الرواية الإسلامية لأنه لا يوجد بحسب التاريخ المادي شخصية اسمها عبد الله بن الزبير بن العوام ووالدته السيدة أسماء بنت أبي بكر فهذه الشخصية ظهرت تفاصيلها في العصر العباسي بينما التاريخ المادي يقدم لنا معلومات موثقة تخالف ما قدمته الرواية الإسلامية فاسمه الحقيقي بحسب علم العملات أو النوميات أو علم المسكوكات اسمه الزنبيل وهو من بلاد فارس وعبد الله لقب شرفي يُعطى لحاكم منطقة تابعة للحكم العربي بعد انتصارهم على البزنطيين والساسانيين كعبد الله معاوية الذي كان حاكما لبلاد الشام وعاصمته دمشق أما عبد الله الزنبيل هذا فكانت عاصمته كرمان في إيران حاليا الرواية الإسلامية تقول عن عبد الله بن الزبير كان معتصما في مكة سنة 63 هجرية خوفا من بطش الأمويين بعدما تحرك جيشهم نحوه بقيادة مسلم بن عقب المري بينما كشفت الحفريات عن وجود عملة ساسانية تحمل اسم عبد الله الزنبيل تعود لنفس السنة 63 للحكم العربي ضربت في مدينة كرمان فهل نصدق الرواية الشفاهية التي أتت بعد أكثر من قرن أم العملة؟ فهذا السؤال نطرحه على من يؤيد الرواية الإسلامية تقول هذه الرواية بأن الحجاج بن يوسف تقفي قصف مكة بالمنجنيق فأحرق الكعبة للقضاء على عبد الله بن الزبير هذا فلو صدقنا هذه الرواية أليس هذا يعني أن مكة لم تكن بالقداسة التي يحكى عنها؟ فهل يجرؤ الآن أي حاكم مسلم قصف مكة للقضاء على معارضيه؟ يمكن الرد بالقول قصف الكعبة بالخطأ والقصد هو عبد الله بن الزبير في المقابل ألم تدنس خيول القرامطة الكعبة سنة 317 هجرية وعاتوا فيها فسادا أيام التشريق رغم حرمة هذه الأيام التي توازي حرمة المكان كما تفيد صورة البقرة الآية 197 فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج فحتى الجدال ممنوع أيام الحج فما بالكم بقطع رؤوس الحجيج ضيوف الرحمن قد يرد أحدكم أيضا ويقول هؤلاء فرق ضالة تبيح المقدسات ومن هنا يمكن القول بأن فرق اعتبرت ضالة همش تاريخها وحكم عليها بالهرطقة والزندقة والخروج عن الملة بسبب غزوهم لقرية لا يعتبرونها مقدسة وما نقلهم للحجر الأسود إلى بلادهم إلا دليلا على قداسة الحجر الأسود بيتل عندهم وليس المكان فكما فعل عبد الله الزنبيل أو الزبير إن أردتم بنقل الحجر الأسود من كعبة ما في أرض الأنباط على الأرجح إلى مكة الحالية فما وصلنا من موروط إسلامي فهو فكر خاص بالحكام الذين يمسكون زمام الأمور وشيوخهم الذين يدعون لهم بالتمكن هكذا كانت الأمور تساوى إلى عصرنا الحاضر سوف نعيد الحديث عن فرقة القرامطة في حلقات قادمة لوضعها تحت المجهر والخروج بنتائج تفيد موضوع تاريخية مكة وكذلك نتطرق للحديث عن فرق أخرى مستضعفة تقدم لنا معلومات أكثر عن الموضوع نبدأ أولاً بالطائفة الشيعية إذا كانت هذه الطائفة تشيعت وتحزبت لعلي بن أبي طالب أبو تراب في التاريخ المادي كما يمكن الفهم من صورة الصفات الآية 83 هناك من يرى التشيع منذ وجود الرسول نفسه على سدة الحكم وأنه أوصى بخلافته عند حجة الوداع يوم غدير خم حيث قال في خطبته الشهيرة من كنت مولاه فهذا علي مولاه كما تفيد المصادر الشيعية فهذا الحديث من الروايات الشفاهية عندهم أي عند الشعة قد لا يعترف بها بعض أهل السنة والسؤال المطروح على أهل الشيع إذا صدقنا هذا الحديث لماذا لم يوثق مثل هذا الحدث العظيم على وثيقة يشهد عليها الحاضرين في غدير خم فالقرآن في صورة البقرة يأمر المتدينين بدين أن يكتبوه هذا الدين أمام شاهدين عدلين وهذا الدين قد يكون عشر دراهم على سبيل المثال فما بالكم بولاية العهد والخلافة فالمفروض أن يصدر مرصوما من النبي بهذا الأمر فبالمناسبة تقدم ولاية العهد في الأمبراطورية البيزنطية كانت تسك عملة دهبية بهذه المناسبة حتى يعلم الشعب كله هذا الخبر أم الموضوع فعلا كما يقول أهل السنة أمرهم شورى بينهم كما جاء في صورة شورى نكتفي بهذا القدر وسوف أقدم معطيات أخرى في الحلقات القادمة فكونوا معنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر